لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهم 1400 صحابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إذا قرأتها الآية تقول اللهم إني أرضى عمن رضيت عنهم وإذا سمعت قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين خرجوا معه إلى تبوك 30 ألف صحابي تقول اللهم تب علينا كما تبت عليهم إذا سمعت قول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ماذا يفعلون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون قال هم الصادقون ما قال الكاذبون المتبعون للشهوات المرتدون الكافرون ثم قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار ماذا ما هو شعورهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم تكلم الله عننا نحن عني أنا وأنت وفلان وفلان ماذا قال الله عننا نحن وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ أَنَا وَأَنْتِ مَهُونَ مَطْلُوبْ مِنَّا يَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا فهل طبقنا هذا يا جماعة هل أنت ليس في قلبك غل على أحد من الصحابة سواء أبو بكر عمار عثمان علي طلحة الزبير أي واحد من الصحابة ليس في قلبك غل على أحد إذا كنت من هؤلاء أبشر بالخير وأنت إن شاء الله تكون مقربا إلى الله جل وعلا وأقول أيضا قبل أن أختم يا إخواني يوم القيامة والله سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يوم إذا شأنه يغنيه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أطعنا الكلام هذا اللي في الكتاب والسنة وقالوا ربنا إيش اللي جاب لهم المشاكل إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا طيب ماذا فعلوا بكم فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا وقال الله تعالي في آية أخرى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا للذين كانوا يبجلونهم ويعظمونهم يحضرون دروسهم ويدرسون عندهم الكتب ويتبعون فتاويهم ويأخذون كلامهم دون أن يعرضوا على الكتاب والسنة ماذا قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الله تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إذا جاءوا يوم القيامة المستضعفون وقالوا للذين استكبروا أنتم عملتم فينا أنت كنت تفتين أن هذا كافر صار ليس كافرا صار حبيب إلى رب العالمين أنت كنت تفتين أن هذا القرآن ناقص صار كاملا كيف أنت تقول ناقص أنت كنت تفتين أن فلانا محبته تقربنا إلى الله صارت تبعيدنا أنت كنت أخذ من الأموال وتقول سأتصدق بها ما تصدقت بها أنت كنت تقول كذا وكذا يبدأ الذين استضعفوا يخاصمون الذين استكبروا فيقول الذين استكبروا نحن ما فعلنا شيئا لا نغني عنكم شيئا ولا أضللناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين اسمع كيف يرد الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وهم يتبرؤون منهم ما لي فيك علاقة ما لي فيك دخل أنا متورط بنفسي وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار مكر ليل ونهار تحدثنا في الصباح تحدثنا في المساء وفي الظهر وتؤلف كتب لنا وتعطينا أشرطة وتدخل علينا في الإنترنت وتأتينا في أماكننا وتحضر زواجاتنا وأعراسنا ولائمنا وتحدثنا كل مرة بنفس الكلام إلى أن أقلعتنا به وظللنا أنه هو الحق ثم بعد ذلك تقول لا والله أنا ما كنت على حق ولا على صواب والآن تبين الحق يا أحبابي يا إخواني في كل بلد من بلدان العالم ينبغي أن نعود إلى الله وأن نعرف الحق من الكتاب والسنة ولا يغرك والله أنك نشأت على كذا أو أن أباك مات على كذا إذا جاءك الكتاب والسنة ضع كل الكلام الذي يخالفهما جانبا واتبع ما عند الله تعالى أسأل الله للجميع التوفيق والسداد ونجعلنا وياكم باركين أينما كنا